السلام عليكم أخواني وأحبائي أبو يمن الحبيب الغالي عسى الله إن شاء الله يفرج كربتكم إن شاء الله وترجعون إن شاء الله لبلادكم إن شاء الله معززين مكرمين إن شاء الله وتكونون أغنياء في بلادكم أو تعملون في بلادكم ولا استم لحاجة للغربة وغيرها أهل اليمن الرجال ونعم فيهم أصل العرب رجال قبائل ناس تحترم كلمتها اليمني رجل بكل معنى الكلمة والنعم فيه ولا هو قصور في جميع القبائل وجميع البلدان لكن يا أبو يمن أنا طالب منك إنك تسوي لي اشتراك ولايك وشير علشان أبقلك شلي صار وشلي تعرقل في الاتفاقية السلام أو الهدنة لأن أنا ذكرت قبل أربع شهور إنه فيه مفاوضات وذكرت قبل شهرين تقريبا إنه فيه مفاوضات وأرسلت الصور ورح أنزل الصور الآن إنه فيه مفاوضات ما بين الجانب السعودي برعاية عمانية وبعدين كانت بيع رعاية إيرانية وكذلك رعاية عمانية وكان فيه إسرار سعودي على إنهاء هذا الخلاف اللي صار قبل إنه الحوثي كان طبعا إيران تدعم الحوثي بعد ما صار الاتفاق السعودي الإيراني الحوثي أصبح بموقف ضعيف يعني خلاص الآن لابد أن يقوم به اتفاقية السلام اتفاقية السلام كانت السعودية ممثلة بدول الخليج طبعا السعودية كانت تمثل دول الخليج كان عندها شروط الشرط الأول أنه يكون فيه منطقة عازلة أو أمان يعني ما بين الحدود السعودية واليمنية بحيث ما يكون فيه إطلاق صواريخ أو أي خرقات أمنية هذا الاتفاق يعني هذا شرط الرئيسي الشرط الثاني إنه اليمني ما يكون عنده تسليح مرة أخرى تسليح يعني فيه المسألة يعني الأمنية الشرطة أو هذا الأسلحة الخفيفة هذه ما فيها مشكلة أما في طائرات بدون طيار والصواريخ وهذه خط أحمر السعودي في عندك فيه مشاكل مثلا بين اليمنين هل بعد هذا الاتفاق أن الحوثي يمسك صنعاء والشرعية تمسك مثلا عدن وحضر موت على يعني النفس اللي موجودين بحضر موت أو بمعنى إنه ما يكون فيه انتقال بحيث أن الحوثي ما يقوم باحتلال جميع الأراضي اليمنية النقطة الثالثة إنه شنو إنه يكون فيه اتفاقية سلام وتفاهمات للعملية السياسية القادمة العملية السياسية القادمة طبعا فيه مفترق طرق وهذا يتفق معها يتفق فيها اليمنيين بأنفسهم شنو يجمعا بس خلني أعرج على خطوة واحدة الكلام اللي أنا قاعد أقوله هذا مصادر مصادر عندي بعض المرة تكون مصادر إعلامية بعض المرة تكون غير مصادر إعلامية خلني وأرجع مرة ثانية الاتفاقية السلام ما بين الحوثيين نفسها زين هذه مختصة فيها الحوثيين عفوا اليمنيين هذه مختصة فيها اليمنيين أنفسهم بحيث أنه هل النظام يكون نظام شراكة أو أنه يكون فيه تقسيم يمن شمالي ويمن جنوبي هذا طبعا أصبح شبه مستحيل لكن كان فيه اتفاق أنه يكون هناك عملية سياسية بحيث أنه يكون يا أما نظام رئاسي جمهوري أو نظام برلماني نظام برلماني هذا موزن حق اليمنيين على غرار النظام اللبناني والعراقي بحيث أنه يكون مثلا أنا ما أخذها بالترتيب مثلا الحوثي يكون رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية الشرعية تكون رئيس الحكومة ورئيس البرلمان مثلا يكون من القبائل التي كانت مثلا تتبع لعلي عبدالله صالح مثلا قبيلة حاشد أو الأحمر أو غيره فهي يعني يكون فيه اتفاق فيما بينهم الشرق الثاني شنو أنه أذكرها مرة ثانية أن الحوثي المظاهر المسلحة يعني تخرج من الشارع خلص يعني الأسلحة والمعدات العسكرية تذهب إلى قاعدة العسكرية هذه نقطة نقطة ثانية أن الحوثي ما يقوم بالهجوم على اليمن كله ويسيطر على اليمن كله أنه يكون بمعنى مثلا قوات الشرعية موجودة في حضر الموت يكون في حضر الموت يكون في عدن في عدن في مأرب يكون في تسوية في مأرب هو خلاص زين شنو اليمن شنو راح يستفيد من هذا هذا الأمر السعودية وعدت قالت إذا فيه إذا تم الاتفاق أن فيه الحدود تكون آمنة وما يكون فيه مثلا تقارب ما بين الدول وما يكون فيه تسليح للجيش اليمن يهدد السعودية مثل طائرات المسيرة أو طائرات بدون طيار أو صواريخ وعدت السعودية أن تساعد فيه إعادة إعمار اليمن شنو أبرز الأمور التي سوف تكون في إعادة إعمار اليمن أولا راح يفتح مواني جديدة ويتم توسيع المواني الحالية مطارات راح تكون هناك مطارات مطار صنعاء مطار عدن وأيضا مطار في مأرب وأيضا مطار في حضرموت ويمكن يكون هناك مطار في منطقة نفوذ المهرة بمعنى أن خمسة مطارات ممكن أن تكون مطارات دولية بمعنى أنك تذهب من الكويت إلى حضرموت دايركت بدون الذهب إلى صنعاء في يعني تنشيط للحركة التجارية ما بين السعودية واليمن بحيث أن يكون هناك أكثر من من منفذ إذا إذا اليمنيين اتفقوا على الشيء الشيء الأول أنه ما يكون فيه تسليح الشيء الثاني أن ما يكون أن الحدود تكون هادية باتفاقية سلام أو تفاقية وقف اطلاق النار النقطة الثانية أن الحوثين ما يروحون يستحلون كل اليمن النقطة الرابعة أنه يكون فيه اتفاقية سلام اتفاقية انتقال سياسي للحكم في اليمن هذا أبرز شروط دول الخليج وأبرز يعني اللي تمثلهم السعودية زين شنو بعد شنو اللي راح يحصل على هالليمنيين اليمنيين في مثلا عندنا بالكويت عندنا مثلا 800-900 ألف مصري الكويت تبي تساوي ما بين الوافدين أو الأجان بحيث أن الليمنيين يكون 400 ألف 300 ألف السوريين تقريبا 300 ألف 400 ألف فيكون مساواة الكويت وعدت يعني قالت أن قطر والإمارات والسعودية وعدت أن يكون فتح الفيز لأخوان اليمنيين بحيث أن يكون لهم شغل بالكويت وغيره ويبعثون يرسلون الأموال لليمن ويكون هناك انتعاش اقتصادي في اليمن نزين وبعد شنو قال في مؤتمر مؤتمر يمكن تضيف دوتين كل سنة مؤتمر للمانحين إذا تم الاتفاق للعملية السياسية والحدود الآمنة والمظاهر المسلحة ما تكون موجودة بالشارع وعدم احتلال الحوثيين للمناطق اليمنية الأخرى مثل العدن وغيره يكون فيه مؤتمر كل سنة رح يكون فيه مؤتمر مؤتمر دعم اليمن من خلال القروض ومنح منح بحيث انه يتم اصلاح البنية التحتية من جامعات ومستشفيات وغيره وامور تنموية مثل مطارات او او مواني او غيره فكلها تكون من صالح اليمنين الآن الامر كلها ما تفقى يعني خلاص السعودية وايران ما تفقى الحوثيين خلاص يعني يعني يرغبون في الدخول في العملية السياسية كل القوى ترغب في الدخول في العملية السياسية المظاهر المسلحة سوف يعني تختفي من الشارع العملية السياسية سوف تبدأ في اليمن اليمنين هم يتفقون على العملية السياسية كيف تكون هل هي نظام برلماني ام نظام جمهوري ام كيف يكون النظام ولكن يعني فيه شرط انه يكون نظام ديمقراطي بحيث انه يرضي جميع اليمنيين ما يستولي الحوثي على السلطة ويجعلها دولة مملكة او غيره لا يتم ارضاء جميع اليمنيين سواء انه كانت في شرعية او كانوا في المناطق الاخرى مثل حضرموت واعدن كل هذه ان شاء الله بذن الله بشائر خير ان شاء الله لليمن السعيد انا قلت قبل شهرين قلت فيه اتفاقية السلام فيه التقاء ما بين الحوثي والسعودية في عمان وطلع كلامي صحيح ونزلت الفيديوهات قلت يا جماعة فيه اتفاقية السلام بس قاعدة تمر بصعوبة شوي وطلع كلامي صحيح الان اتفاقية السلام خلاص وفت عماني سعودي يمني يتجه الان الى صنعاء لوضع النقاط على الحروف وخلاص جميع الامور تم الاتفاق عليها ما عدا الامور البسيطة ان شاء الله باذن الله ستحل ويرجع اليمن باذن الله افضل مما كان